من الأخبار العجلة التي وردت إلينا خلال هذه الساعة مع حضراتكم تأكيد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون ضد أي مخالفة بتتضمن تحريدا أو إثارة للفتن بين الرأي العام فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة وباء كورونا بيشير المجلس إلى متابعة لجانه المختصة لكافة ما ينشر أو ما يبث على الصحف ووسائل الإعلام المتضمنة لأراء تثير الفتن بين أبناء الأمة وخاصة فيما يتعلق بإعادة فتح دور العبادة ويؤكد المجلس أن الجهات المختصة أظهر الكنيسة وزارة الأوقاف قد أعلنت رأيها في تلك الموضوعات والتي جاءت جميعها متفقة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وينبه المجلس إلى ضرورة الالتزام التام من جانب الصحف ووسائل الإعلام بدعم الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن حماية لأرواح المواطنين ترجمة نانسي قنقر